فيديو جديد فيديو جديد فيديو كل اسرار على الشباكية او المخرقة او لازلابية المهمة كلها منطقة وكيفاش كتسميها اليوم البنات غادي كما كما قلت لكم نعطيكم جميع الاسرار باش تخرج لكم بحل هاتي الشباكية هادي اللي كاتجي كما كتشوفوا كاملة مجعبة ومقومة على لحقها وطريقة هنا البنات غادي نقسم معاكم هادي باش شوفوا حتى العسل كي يجي قابط عليها كما كتشوفوا البنات في الصورة يعني العسل راه معلك وشباكية حتى هي كجي معلكة كجي زوينة بثاف تبعوا معايا البنات ان شاء الله الفيديو من الاول تالاخير باش نتعرفوا على المقادير والطريقة في نفس الوقت وكما كنقول لكم دائما يعني ديرها بطريقة جد جد وبسطة وسهلة وخصوصا المبتدئات ودبا غادي ندوزوا على بركة الله وغادي نقولوا بسم الله هنا البنات غادي ناخد انا واحد القصعة ممكن هاد المرحلة اللي بنات تدروها في مولي ناكس غادي ناخد هنا يا كاس ديل العنبا هو اللي غادي نعبر بيها غادي ندير نسكاس ديل العنبا ديل زيت ديل زبدة تكون ناباتية غادي نطيبها مزيان حتى غادي تحيد لي منها كامل ما اللي فيها هنا عندي نسكاس ديل الماء دافي اللي درت فيه شعائرات ديل زع فرن شعره باش يتلقون زيان وهنا عندي نسكاس ديل العنبا ديل مخلط بين زيت الرومية وزيت البلدية زيت البلدية لبنات تكون غالب على زيت الرومية وعندي نسكاس ديل ماء الزهر ربنات ماء الزهر اللي وردكم اه في الفيديو ديل العسل وهنا يا ربنات المكون اللي كيعطينا مدق زوين بزاف الشبكية وهو ديرو غيجي شعائرات البنت لبنات ماء الزهر اللي درتو معكم ديرو غيجيش مقاطر البنت ما تكتروش عندي هنا نسكائي القادية القرفة ونسمع القادية الحلوه ونسمع القادية حلوة ونسمع القادية حبت حلوه وننافع هنا يلبينات عندي نسكاس ديل ماء الزهر مطحون حتى هو كل شي غادي مطحنوه على طريقة البخاليني إلا نباشي تحلكم البنات زيدوا معهم وحد المعلقة دي الزيت هدي ندير هنا معلقة كبيرة دي الخمرة مرة دي الإيديال وغادي ندير صفار بيضة وغادي ندير هنا يا واحد المكعب دي الزعفران هالدمة البنات دي الزعفران هي اللي كتبتان هذا كل لون حمر في الشباكية ما كجينا الشباكية كمك كنشي شباكية كنا كجيك حلا او لا ماغون هادي المناتب لك جينا حمرة بهذا كبيرة دي الزعفران صافي هنا يغادي نخلط كل شي غادي ندخله مع بعض اياتو نسيتها البنات عدة قبصة دي الملح هنأي غادي ندير البنات هد مياه هدي غادي ندير ہے ستمية وخمسين جرام بالضبط دي التحين انا كنستعمل التحين دي الميمونة هنا في اللورة هدرتقي خمس مئة جرام ومن بعد غدي تشوفوا انها اه بقات لي العجينة مرخوفة وحتى هذا السر من الاسرار لبنات اللاجتكم العجينة مرخوفة غدي تجيكم الشبكية قاسحة في الحضة ديلها يعني خاص العجينة ديال شبكية جينا العجينة ديلها قاسحة. اصفي هنا غادي نبتك ندخل البنات الطحين شوية بشوية. حتى كتولي عندي واحد العجينة اه كما اقول لكم اللي قاسحة يعني ماشي كالتفرتت وماشي عاود اه رطبها بالزعف يعني اه بين وبين. هنا البنات فين غا تشوفوني اه يعني اه غا دينت الطحين لان جاني القوام ديلها رطب بالزعف. ضروري البنات مغرب له الطحين ديل الشبكية ويكون عنا طحين يكون عنا اه نوعية جيدة. ضروري ما يتغربل اه حتى جوج مرات كيعطينا الشبكية تكون زوينة. صفي هنا يا غادي نحاول انا ندخل هذا الطحين ميزت. اه غا بشوية بشوية حتى اه كتولي عندي اكي ولي عندي واحد القوام كيما اقول لكم اه يكون اه ماشي قاسح بالزاف يعني ماشي يتفرتت باش ما تعدبكمش اه الشبكية ما يكون تكون وكتورقوها وماشي وما كيجي شرط. هنا غادي نوريكم القوام ديها كيما كتشوفو. وخاكة جيت بالكم انها قاسحة رغمين غادي ترتاح الشبكية غادي تولي تطلق يعني غادي تلقو في عدوك المكونات وغادي تولي تطلق الراسة. سفي هنا غادي 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 نجمحها ونديرها في واحد البلاستيكة انه هنا يريب نتعجنتها بالليل وغادي نخليها تطلق بليه اعاد غادي نشبكها ونقليها ان شاء الله. غادي نخشيها في واحد البلاستيك يكون غذائي. وغادي نحتفظ بها في تلاجة او لا حتى على برة تلاجة. ده براها لحل البلد ما تخافو متى شي حاجة. سفي هنا غادي نجبدها وغادي نتلقها كما كتشوفو. عفونا البلاد تسمحوا لي. سفي هنا غادي نقطحها القطاع اه انا كنقطحهم غادي قطاع يكونوا صغير ولين بحال هكذا. باش تورق لي مزيان ويجيوني في هادوك الشعبات بس انا كتعجبني شبكية يكونوا في هاج هذه. اه الى ما بغتوش البنات اه تكون شبكية ديلكو ما مجعباش ما تورقوهاش بساف. او لما تورقوهاش غادي نورقها انا مزيان يعني غادي نرققها مزيان. وغادي نطويها على شكل مسمنة. يعني كل شي البنات راه باطح في الفيديو. وكما كتشوفو العجينا يعني انا كتبعا كما قلنا العجينا مقومة. انا فقط هنا بديت لكم البنات بنسكيلو اه ديل طحين او لستمية وخبسين جرام. اه باش باش البنات لي الله مبتدئات يقدروا يغلبوا عليها. سافي هنا غادي نكمل كامل الكمية اللي عندي وغادي نخشيها في ديك البلاستيكا. وغادي نبدأ آآ كنجبد يعني مرسو بمرسو. وكنتلقوه مزيان البنات بتلك قعد كندوزو في المشينة. المشينة دي الرزيزة هنا البنات مشالي آآ اللي دوزته في المشينة. المهم انا المشينة عندي بالمكلوب ماشية رقم واحد هو الصغير. عندي رقم سبعة هو هو الصغير. يعني انا دوزتها في الرقم خمسة. عادوا دوزتها في الرقم ستة يعني الرقم يعني دائما ندوزوها في الرقم قبل الاخير سواء كان لنا الواحد او لسبعة. هنا البنات غادي ندير معكم هاتش بيكة هذه دي ستة. آآ للصراحة حتى المبتدئات آآ كديهم ساهلة. وكدي زوينة كدينا آآ تشكل دي هاتش بيكة دي الخمسة. يعني غادي نديرو جوج فوق جوج فوق جوج. يعني ساهلة بزف بزف. ان شاء الله هالبنات مبعدة غادي نصيب معكم واحدة شبكية آآ بوحد بوحد المقادير اللي مختلفين شوية. وغادي نصيبها معكم بتشبيكة دي الخمسة. اما أنا البنات صراحة كديجبني هاتش بيكة هاتي صراحة كديزوينة. وكما شفتو حتى في شكل دي لها في الاخر من كاتقلة كديزوينة. كما شفتو غادي ندير جوج اعلى جوج اعلى جوج. وغادي نقلب وغادي نقرس هادو كهام كما شفتو وغادي نقرس هادو كلي فلوس يعني طريقة ساهلة بسف بسف. صافي غادي نقرس بها هادو كلي فلوس بش ما تحلو ليش. وصافي هاي شبكية دي واجضة وسهلة من اسهل ما يكون. صافي هنا اه اه كنكمل كامل الكمية اللي عندين من بغيتش البنات مقن نعاود ونعاود باش مجيكم شلا فيديو طويلة. انتوما البنات اه 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 نحضر على المبتدئات. يلا بغيتو تعلمو تشبيكا يعني تبقا وتعاوضوا له هاتك الفقرة بزاف دي المرات صافي هنا البنات غادي نوجد حدا هيكل شي وشوفو نضيفها لنضيف الحديث نضيف الحمام بلعب بلعب نضيف السفر ونضيف بلعب نصح البنات في الاول خليوا البوطة لكم تكون مجهدة باش تنفخ لكم شوية شبكية من شفوها تنفخت وشدة فرصة عاد نقص البوطة ما تخليوا البوطة نقصة من الاول لان الشبكية غتجيكم قاسحة سوف المهم يعني نبقى كنعسل كن طيب وكنلوح هكذا في العسل وكنخلي عسل وحدة اخرى البنات في الاخر كنزيدها عليها اللي كتكون باردة يعني هنا رات سخنت شوية العسل عاد ودرت فيها لحت فيه شبكية سافي هنا يا من بعد ما كتاخد له هاد اللون يعني ما كنزيدش كتر من هاد اللون لان هالبنات غادي غادي تزيد تعطي اللون في العسل غادي تزيد تعطي ذاك اللون الحمر في العسل يعني ما نحاولوش انا نحرقوها حتى هادوك المكونات اللي درنا فيها سافي هنا يا غادي نبقى كندخلها في العسل غي شوية بشوية كنبقى كنقلبها على الوجه دي لها بشي شرب لنا مزيان العسل كنقلبها على الوجه دي لها وصافي كنخليها تشرب العسل مزيان انا العسل هنا عندي لا جوج يعني وحدة كنخليها في هاد المقلة ولي فيها العسل والخرى رها عندي في الطنجرة يعني كنخلي وحدة حتى كتشرب مزيان وكان نرمي المقلة الثانية يعني هادي كنحيدها حتى كنرمي القلية الثالثة هذه كنحيدها من العسل باش كتشرب لي العسل مزيان وما تنشفش سافي هنا غادي نبقى ماشي على نفس الطريقة حتى كنكمل كامل الكمية اللي عندي ومرة مرة كنرجع لها كنبقى هاكده كنغطسها هاكده في العسل باش تشرب لي العسل مزيان ونقلبها هيتعارفين ان الشباكية مرة مرة كتبقى طلع لنا الفوق فنبقوا نهبطوها هاكده بالفورشة تغيب شوية بلات ما توركوش عليها بزاف وصفية البنات كانت هادي النتيجة دي الشباكية نتمنى انها تكون عجبتكم كما كتشفوا يعني را كتجي رائحة بزاف كتجي تمشكل ديالها واللون ديالها كتبني انها شباكية مقومة ومجعبة كاملة وكما شفتوا الشرب على العسل نتمنى هادلا فيديو هادا يكون عجبكم نتمنى انكم تشاركوا معها الاصدقاء والاحباب ديلكم بارتجي وهالبنات والبنات اللي ما زال ما تابونوا عندي فلاشيني تابونوا وفعلوا الجرس سنبيهات وكنقولكم البنات بصحة وراحة اشتركوا في القناة